تنتبي الأطوال الأوبرا قررت أن يكون ريع الحفل الأكثر مبيعاً كل شهر طوال هذا العام لدعم الاقتصاد المصري فلقيت أن أحسن فكرة إحنا عندنا سيزون قوي جداً ومليان قلنا نحدد دخل حفل شهري لصالح صندوق تحية مصر وبالفعل قلنا لازم نبتدي بكوكب الشرق رجوعاً لتاريخ أمو كلسوم وعملته أمو كلسوم فأخذنا نفس الخطوة للبداية أنا سعيدة جداً 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 وفخورة جداً أن الحفلة بتاعتي بتكون لصالح صندوق تحية مصر وسعيدة جداً جداً وشرف كبير ليا ويعني ويا رب كل مصري يقدر يعمل أي حاجة يقدر عليها لصندوق ودعم مصر وتحية مصر شرط بفلوس سواء بعمل بشغل وبمجهود أن احنا نرفع تاني راية مصر إن شاء الله تبقى أعلى وأعلى بإذن الله ماروة ناجي التي وصلت للتصفيات النهائية في برنامج The Voice هي صوليست دار الأوبرا واشتهرت بأدائها لأغاني أم كلثوم مثلت مصر في مهرجانات عربية ودولية كما حصلت على جوائز منها جائزة مهرجان الموسيقى العربية من أهم التجربات المرت في حياتي وغيرت في حياة ماروة واختلفت طبعاً ماروة رجع من زفايز بوسم بعد أول حلقة ما كنتش متخيلة أبداً نسبة المشاهدة والحب الناس اللي حصل لي من أول حلقة أغاني الحفل الذي شاركت فيه مجموعة من مطربات الموسيقى العربية شملت أغاني وطنية منها على باب مصر وحق بلادك بالإضافة إلى أشهر أغاني كوكب الشرق مثل هاجرتك وبرداك يا خالقي حفلات كوكب الشرق أكتر حفلات بتعمل إيراد الوقتي في الأوبرا ويمكن عشان كده دكتورة إيناس خلت حفلة كوكب الشرق نهاردة لإيراد صندوق طحية مصر لأن الحفلات بتاعتنا تقريباً ما من لقش تذكر لنا أصلاً موسم الأوبرا الفني بدأ هذه الأيام ويتضمن برنامجاً حافلاً من الحفلات المتنوعة كما سيشهد مشاركة فرق دولية غنائية وراقصة سمر بشات العربية القاهرة